أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان موضوع التأمل اليوم لربما يكون صادم لإلك ويمكن معثر نوعا ما العنوان ليس كل المعجزات تقود إلى المسيح وهذا ما نشوفه في خدمة يسوع المسيح مع أن يسوع المسيح صنع أعظم المعجزات معجزات لم يفعلها أي شخص قط لكن برضو كان في تجاوب سلبي تجاه هذه المعجزات من ناحية قادة جماهير كثيرة لتثبت مصداقية دعوة يسوع المسيح وأنه فعلا المسيح المنتظر وفعلا اللي تمت فيه نبوات العهد القديم لكن من ناحية أخرى في ناس قلبها قاسي حتى يوم من هذا اليوم مثلا كتير بحاول يفسر معجزات المسيح بطريقة عقلانية يعني مش بس معجزات المسيح كل المعجزات في الكتاب المقدس وبيعطيها حلول بشرية أنه أمور طبيعية حدثت والبعض الآخر بحاول يصنفها دينيا بقول لك لا لا هاي كله بإذن الله مش بقدرة المسيح لكن يعني بقدرة الله أو بإذن الله لكن معجزات المسيح كانت تلقائية طبيعية دايما لخير الناس ورحمة وإحسان وأحشاء وبتعبر عن محبة واهتمام المسيح للناس حيث وجد يسوع المسيح وجدت المعجزات بشكل تلقائي في أي مكان ذهب يسوع كانت المعجزات شيء طبيعي خرجت قوة من يسوع كانت بتشفي الناس لكن اليوم رح أتكلم عن بعض الردود للمعجزات فمثلا المسيح شفى مريض بركة بيت حزدة في يوحنى خمسة والنتيجة أنه يعني قامت القيامة لأنه شفى في يوم السبت ومع أنه المسيح علمهم أنه السبت خلق للإنسان حتى تعمل الخير للإنسان ومرة تانية بيشفي مولود أعمى بيخلق عنين وفعلا طردوا المولود أعمى اللي شفيا من المجمع وقلوبهم كانت قاسية وكانوا ضد المسيح ويفكروا حتى يتخلصوا من يسوع يسوع أقام العازر من بين الأموات بعد ما أنتن أربعة أيام خلق له جسد جديد ومع كل هذا تآمروا كيف يتخلصوا من يسوع لأنه كل الناس كانت تتبع وتؤمن بيسوع المسيح مش كل المعجزات مثلا في قصة الغني والعازر لما صرخ الغني من الجحيم وبعد ينوصل يعني بحاول يتوسطها مع إبراهيم أنه يرسل يعني آل عازر يرسل حد أنه يكلم إخوته على الأرض كان الجواب الصادم أنه حتى لو قام واحد من الأموات مش رايح يؤمنه فإذن كل الموضوع هو من خلال الإيمان الله بيتعامل مع عملة الإيمان حتى بعد القيامة بتستغرب بعض من تلاميذ المسيح مكتوب عنهم أنه شكوا والرب وبخ عدم إيمانهم لأنه تقصوا وشكوا والرب يسوع وبخ عدم إيمانهم ده شافوا يسوع حي أمامهم وبعد الأمر مش متكامل إلا عندما امتلأوا من الروح القدس مرة تانية بكفر نحوم يسوع صنع أعظم المعجزات في كفر نحوم والمدن المجاورة شو النتيجة قال يسوع بدينونا ويل لك يا كفر نحوم ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدة كل هذه المدن المحيطة حتى بعبر بقول لو سدوموا عمورة شافت المعجزات شافت الآيات اللي صنعتها في وسطك لتبتا قديما بالمسوح والرماد تخيلوا أعظم المعجزات صنعت في هذه الأماكن ومع كل هذا المسيح تنبأ بدينونا على هذه الأمم مرة تانية يسوع يشبع آلاف يعني خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد يعني كتير من الشراح بآمنه إذا حسبت النساء والأولاد وكل الناس اللي كانت تمشي وراء يسوع كان العدد مش أقل من عشرين لتلاتين ألف شخص فتخيل أنت من خمسة أرغفة خبز وسمكتين شوفوا الرب شو عمل أشبع الآلاف ومع كل هذا عندما ابتدأ يعلم عن نفسه أنه هو خبز الحياة وشافوا قدرة إلهية لا يستطيع أحد أن يصنعها ومع كل هذا مكتوب تركوا لأن هذا التعليم كان صعب والرب يسوع سأل التلميذ ألعلكم تريدون أن تتركوني أجاب يسوع أجاب بطرس وقال إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد عرفنا وآمننا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي مرة تاني الرب يسوع بيخرج من شخص ستة لاف شطان لاجئون كانت في الجهة الأخرى من بحيرة طبرية بين حدود الأردن وفلسطين قديما تخيل الشياطين اللي كانت تسكنوا وكان هذا المسكون بالأرواح الشريرة بالشياطين كل البلد عارف عنه كان مرعب كل الناس لكن تصور أهل البلد لما جاءوا إلى يسوع هؤلاء الجاحدين والجامدين والجاحفين كانت قلوبهم جامدة طلبوا من يسوع أخرج من ديارنا حتى أهل الناصرة يسوع تربى في الناصرة وابتدأوا بتعيير ليسوع المسيح بيطلبوا مننا طب ما أنت اللي فعلت في كفر نحوم بيقولوا عنك أنت اللي صنعت المعجزات بكفر نحوم اصنع في وطنك وفعلا الرب حزن على أهل الناصرة ومكتوب في إنجيل مركوس هاح 6 لم يستطع أن يعمل معجزات مش لأنه مش قادر لعدم الإيمان لعدم إيمان أهل الناصرة لكن الأخطر والأصعب أحبائي عندما كان المسيح يصنع المعجزات تصور أنه رأساء الدين قالوا إنه ببعل زبول يعني بعل سيد أو رب زبول اللي هي زبالي بالعربي واللي هي كانت بعل زبوب إله قديم من آلهة الفلسطينيين القدماء إله عقرون زبوب يعني الذباب باللغة العربية تخيل بقولوا عنه أنه برئيس الشياطين يعني عم بيخرج بيعمل معجزات برئيس الشياطين طبعا الرب يسوع وبخهم إنه مملكة منقسمة على ذاتها لا تثبت وهكذا في أمثل كتير أحبائي في العهد الجديد وإلى اليوم ما زالوا يهاجمون معجزات المسيح واليوم حتى واحدة من الهجومات طيب إذا مسيح ما تغير وما زال يصنع المعجزات ليه أنا في هذا المرض وليه أنا في هذه الوضعية الجواب لا أعرف لكن اللي بعرفه إنه الرب صالح وإنه الرب قادر على كل شيء وإنه فعلا يسوع حي وإنه فعلا شفنا معجزات صنعها ومن ناحية أخرى شفنا ناس اتمسكت بالرب يسوع بغض النظر إنه ما شافت المعجزة يعني أقصد الشفاء واليوم بيحاولوا يحجموا من يسوع المسيح ويصغروا منه يعملوا نبي مصغر أو شخصية ما إلها قيمة لكن أحبائي يبقى يسوع المسيح الفريد المميز وهو القادر أن يصنع معجزة في حياتك كان شرط الرب يسوع آمن فقط آمن فقط ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة هل هذا التعليم صعب؟ هل تعثرت من هذا الشيء؟ هو حتى اليوم بهاجم يسوع وهوية يسوع ومعجزات يسوع والأغرب شمس البر والشفاء في أشاعته يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس وبيشفي كل ضعف وكل مرض وشافوا قدرة المسيح ومع كل هذا كثيرون رفضوه ولم يؤمنوا به بل حاولوا قتله لكن المسيح جاء خصيصا من أجل هذا الموضوع المكتوب عنه لأن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها وفي العهد الجديد بفسر الآية يقول لأنه أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا الذي بجلدته شفيتم فتصور إن المسيح بموته على الصليب وفداءه الكامل حتى يعطيك الشفاء الكامل جسدا نفسا وروحا وحتى يكتب اسمك في سفر الحياة حتى لا يهلك أي إنسان أنا بدعوك إنك تحط ثقتك وإيمانك في الرب يسوع هل جربت إنك تحط ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح جرب يسوع المسيح خليني أختم بقصة سريعة في أحد الأيام أنا كنت بكلم الكاميرا زي عم بكلمكم في هاي اللحظات صحفي من اليمن كتب يقول أنا اتكلمت قلت جرب الرب يسوع على سبيل المثال صلي وقال أنا عاوز يعني كتب على سبيل المثال أردت إنه أجرب حتى أثبت لك إنه يسوع لا يستطيع أن يفعل شيء وفعلا كتب يقول عندما ابتدأت بالصلاة أحسست برعشة في داخله وكأن التيار كهربائي يضرب جسدي فسقطت على الأرض وكتب يقول هل تقبلوني أن أعتنق المسيحية؟ كان الجواب الرب يسوع قبلك من قبل تأسيس العالم واليوم أحبائي يسوع لم ولن يتغير شو هو المستحيل في حياتك؟ شو هو الجبل اللي واقف أمامك؟ شو رأيك اليوم؟ تنظر إلى يسوع المسيح وتقول له يا رب خلصني تعال إلى حياتي وتبتدي سلسلة المعجزات تحدث في حياتك بصلي إنه رب يباركك وبصلي اليوم إنه كل مريض الرب يشفيه وكل ضعيف يتقوى والرب يسترد كل مسلوب ويسدد كل احتياجاتك والرب يبعد الكآبة والحزن والهموم والغم والإنحناء ويغمرك بالروح القدس ويملأك محبة وفرح وسلام داخلي أطلب الرب يسوع وإذا أعجبك هذا التعليم من فضلك حط لايك وشارك بالخدمة كون شريك معنا بالخدمة اعمل شير لهذا الفيديو والرب يكون معك